السلام لبنات الغزالات كديرين لبس عليكم تمنى ان شاء الله تكونوا بخير والاخير تكون احوالكم ان شاء الله طيبة اليوم غدي نشارك معكم كي كدير تفاح اللي دير حالة في المغريب هاد العام منطنجة حتى اللي قويرة معروفة عند كل شي اللي كيشوف قناتي الاول مرة كنقولي ما تنساش تشترك تفاع الجرس باش يوصلك ان شاء الله كل جديد وحصري وكذلك تعالق اول حاجة غنبدا بها هنا يا كيف ما كتشوفوا معي غادي نحتاج ربعاء ديال البيضات بحرارة ديال المطبخ غادي نحاول انطربهم زيان مع كأس ديال ساندة العبار دائما البنات بكأس العلبة هنا غادي نحتاج فقط الطراب اليدوي منتو ما كي يبقى لكم الاختيار الى عندكم الطراب الكهربائي ممكن تستعمله ولكن ما تخفقوش البيض حتى يولي اللون دياله ابيض يعني كتطربوه غير شوية من بعد غادي نضيف فانيا ساشيبنك هاد الفاني وغادي نضيف كده لقبصة ديال الملح وغادي نحاول نخلط المكونات جيدا حتى يدبو لي الحبيبات المنسمة بالفانيلا صافي من بعد غادي نضيف الزيت بالنسبة للزيت كنضيفوه على دفوعات يعني غادي نضيفوه على ثلاثة ديال المرات او الاربعة كنبقى كنضيفوه بشوية بشوية حتى كنطلع داك البيض ديالي وكي تقليه كنعرفو بان الزيت بني كان بدو كنضيفوه على ساندة والبيض كي تقلينا الخاليط وكي تطلع لنا دائما البنات مع التخلاط المستمر وكن خلطه مزيان ولكن رهماك البيض مخصوش يوصل يعني المرحلة ديال انه يعني يطلع لنا بحالة بننضيرو به الكريمة لا غير كي يطلع عادي صافي من بعد فاشكا نكمل الزيت غادي نضيف كأس ديال الحليب انا حاول نخلط غير ينساج بليه وغادي نضيف كذلك كأس ديال الياغورد بالفئات 110 جرام من كهة ديال فاني وغادي نحاول كذلك كيف ما كتشوفوا معايا نخلط المكونات جيدا من بعد غادي نضيف الدقيق هنا يا البنات بالنسبة للدقيق كيحتاج 250 جرام ديال الدقيق بالعبار ديال كأس العلباك يعطينا جوج كيسان انص هنا ضفت جوج كيسان منص ديال الدقيق وضفت كذلك جوج ديال الخمارات ولكن الخالط ديالي ما حصلتش على يعني القوام اللي خاصو يكون فيه كنعرفو بان الكيكا ديال التفاح كتبغي تكون شوية تقيلة داكشي علاش زدت من بعد ثلاثة ديال المعلقات اللي وما كبر كل شي غادي بندبه في الفيديو صافيو كنحاول كنخلط لانا النوعية ديال الدقيق اللي عندي حاليا ما كتشربش ليس يعني ما كتشربش السوائل صافيو كنحاول كنخلط مزيان من بعد غادي نضيف ثلاثة دلمعالق كيف ما شفته معايا كبار ديال الدقيق وغادي نحاول نخلط جيدا وكنضيف جوج ديال الخمارات يعني كتحتاج منها هاد الكيكا جوج خمارات فقط غادي نخلط مزيان ونطرب مزيان في ما بين يعني بالطرب حتى كان حصل على واحد الخاليط اللي هو متجانس فهات الأثناء اللي كان خلط فيها أنا الخاليط يعني من قبل راني دهنت المول ديالي بالزبدة وفرشت فيه ورقة ديال المطبخ وعود دهنته بالزبدة ورشته بالدقيق بالنسبه اللي عمته فرق عنده غزيت را تقدروا دهنه غير بالزيت فقط هنا المول اللي را هو من الحجم الكبير تقريبا اه 34 سنتيم تقريبا يعني كبير المول بزاف صافيه كان اخوي الخاليط ديالي كيف ما كتشوفوا معايا كان حصلوا على هاد شكل هادا يعني كيكون تقيل شوية ماشي بحال الخاليط اللي كانعرفوه العادي لان هذا غادي نسيت تفوق منه دفح بالنسبة للتفاحة لبنات انا خديت هنا التفاح يعني العادي ما كبير ما صغر يعني الحجم متوسط انتو ما تقدروا تستعملوا التفاح اللي بالحجم الكبير خديت هنا جوج ديال التفاحات ولكن اراني حتاجت كتر من جوج ديال التفاحات تقريبا حتاجت 4 ديال التفاحات متوسطين الى كانوا التفاح كبار غادي تحتاجوا 3 ديال التفاحات تقريبا هاد المول هادا رهز الياش 400 قرام ديال التفاح تقريبا جاي نص كيلو يعني خاصة 100 قرام يكمل 1 كيلو هنا التفاح انا حيطلو قشرة ديالو كاملة يعني بغيتها تجيني طاقت ديال التفاح تكون اطرية وهنا يا منقطعتو ضفت عليه السكر حبيبات وكذلك القرفة وكنس التف كيف ما كتشوفوا معايا التفاح بها تشكل هذا يعني تنحاول نوقفو باش كي جيني نواقف يعني جيني شكل ديالو شكل ديال طاقت ديال التفاح بصراحة رها كتجي بنينة وكتجي لدي داب هالطريقة ما تخافوش من القرفارة هي اللي كتعطيها واحد لبنة وواحد لما دقالبنات ما تخيلوش هاد الكيكا ديرها حالة 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 يعني اي واحدة ضرتي معاها من العائلة ولا اي صديقة ضرتي معاها لا بد ما كتذكر هاد الكيكا كتقول رها درنا واحد الكوموند ديال الكيكا او لكنسة ولكيكا ديال التفاح يعني موجودة في كل المناسبات هادو همان مكوينة ديالها وهدي هي الطريقة ديالها يعني بنسبة لي مهتم بالامر وبغاي صوبها ومعرفش كيفاش يصوبها رها دي هي الطريقة بغيتو تخليو القشور ديال التفاح كيبقى لكم الاختيار انا فضلت انني انحيدو ذاك الشيلي كيبقى ليا من القرفاء والفاني سافي كنرش بيه فوق من التفاح ديالي وكندخلها على فرن اللي تيكون بارد وكندير حرارة اللي كتكون متوسطة يعني ما كتكون مجهدة ما كتكون نقصة كتكون حرارة اللي هي متوسطة من بعد فاش كنخرجها من الفرن اه تيبقى لكم الاختيار في التزيين وكذلك باش بيتدهنوها انا هنا كيفما كتشوفوا معايا ادهنتها غير بالكونفيت يوغ ديال المشماش ادهنتها من جنب ادهنتها كاملة كيفما كتشوفوا معايا كتجي على تشكلها دورها كتجي طالعة كتجي خفيفة وكتجي شيشة بزاف بزاف بالنسبة للتزيين انا كتفيت بكاوكا وكوم كاسي اللي حمرته غير شوية يعني قرملته انتو ما اللي بغيتو تستعملو كاوكا ولا اللوز ايفي اللي را تقدرو تستعملوه يعني التزيين تيبقى اختياري وكيبقى شخصي على حسب المتوفر وهذه هي الكيكا ديال اليوم كنتمنى ان شاء الله هتعجبكم وتجربوها علاش لو تقولوا معتامدة عندكم ما تنسونيش بالاشتراك وباللايك وكذلك التعليق وبنسبة للناس اجداد معايا كنقولوا مرحبا بكم في قناتكم واخليتكم على خير وإلى فيديو قبل